اهلا بحضراتكم ضيفنا النهاردة تقدر تقول عليه كده من موليد النادي الاهلي تخيلوا في النادي الاهلي منذ ان كان طفله سنه ست سنين بحد الوقت واول معنية فتحت كانت على النادي الاهلي اه لعب في الشارع لعب مع اصحابه لعب مع حاجة كتري جدا لكن والده كان عضو عامل في النادي الاهلي فاخده على طوله هو صغير ست سنين ودى النادي الاهلي وكتير جدا كان بيركز كتير جدا من الاولياء الامور والجمهور بيركز عاوز ابنه يبقى نجم من نجوم النادي الاهلي زي النجوم الموجودة لان بعد كده هو لما دخل النادي الاهلي هو ركز مع لعبتين شو بقى لما يكون لعب عنده طموح ركز مع لعبتين اللعبتين دول كان كرة القدم وكرة اليد وكان محتار والعلم هو دخل اللعبتين دول سواء كرة اليد او كرة القدم كان طبوح حسين شافه رحمة الله عليه هو ابو الأشبال لما شافه في النادي شافه في النادي قال له هاتلي مستخرج بتاعك والصور بتاعك هش هتنقيدك قال له طاي كان ليه زميل ليه فيه راح اختبره في كرة القدم هو نجح وزميله ما وفقش وخلاص فزميله ده راح كرة اليد هو طبعا كان عنده ميل أكتر في كرة القدم وكان خلاص بقى هيروحوا كرة القدم ولكن لما صاحبه من بيحش في الاختبارات اختار كرة اليد شفت حتى الحب والقد ايه وهم زيارين يعني كرة القدم لما يلعب فيها طبعا حاجة تانية لما اختار كرة اليد عشان صاحبه لما يوفق بكرة القدم وراح معاه كرة اليد ومع صاحبه اختار يكون حارس مرمى ولعب النادي الاهلي سنين عشرين سنة وكان مميز جدا وفعلا بقى حارس النادي الاهلي الاول المنتخب وحقق انجازات ما بعدها انجازات ونجحات كتيرة قوي هيحكينا النهاردة عليها بالتفصيل رغم ان كرة اليد اخدت جانب كبير من حياته لكن ده لم يؤثر على تمييزه العلمي عشان هنا بتوقف هنا وبقول لاولئة الامور انتوا بتخافوا على أولادكم ما تخافوش سيب الولاد يمارس الرياضة وما تضغطش عليه في الرياضة معينة سيبه هو اللي يختار لما تسيبه هو اللي يختار هو اللي هيحب بقى يوفق بين الدراسة وبين الرياضة تمييزه العلمي خلاه دخل كلية هندسة قسمه كهرباء وبعد التخرج والاعتزال اتجه للجانب العملي والإداري والتدريبي في النادي الاهلي يعني النادي الاهلي بس ما سابوشها لما خلص لا ده بيعد كوادر جديدة عشان أولاد النادي الاهلي هم المسؤولين في عام 2016 تم تعيينه مدير لبطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال وتولى منصب مدير فني للفريق كرة اليد للرجال بالنادي الاهلي كمان في الفترة من سبتمبر 2016 إلى يونيو 2017 عمل بعد كده اشتغل نائب لرئيس الاتحاد المصر لكرة اليد في الفترة من 2016 إلى 2017 ووصل بعد كده وكمل معهم لمارس 2016 حقق إنجازات كبيرة جدا ولغاية ما بقى مدير للنشاط الرياضي بالنادي الاهلي في الفترة دي زي ما بنقول أولاد النادي الاهلي كان فيه قبل كده مديرين النشاط الرياضي قديموا اللي عندهم فهي عملية سلسلة متربطة مع بعض كل واحد يسلم التاني وهو ده النادي الاهلي عمل طبعا طفرة عظيمة في كل الألعاب وأكيد طبعا ممكن أنتم عرفتوه هو نجمنا النهاردة نجم من نجوم كرة اليد المصرية سواء على مستوى المحلي أو المستوى العالمي وحقق إنجازات كبيرة جدا واشتغل في اتحاد كرة اليد ووصل مسك مدير لبطولة من بطولات الأمم الأفريقية أظن عرفتوه كده أنا بش عاوز أحرق كلام كتير جدا لأنه هو عنده كلام كبير جدا لما مسك مدير النشاط للنادي الاهلي هتعرفوا قد ديه النادي الاهلي بيعاني إنه بيصرف على تسعتاشر لعبة وبيصرف من نادي ما بيخدش مزنيات من بره من أي حد عشان كده أنا بقول للمسؤولين نظرة لإن تسعتاشر لعبة في النادي الاهلي تسعتاشر بالشوية بيتفرغ أكتر منهم للمنتخبات القومية كلها النهاردة نحن نرحب بنجمنا ونجم النادي الاهلي ومدرب سابق والمدير الفني للحالي للنشاط الرياضي بالنادي الاهلي هو الكابتن خالد العوضي تعالوا مع بعض نرحب ونستقبل الكابتن خالد العوضي ونشوف جعبته إيه عنده حاجات كتيرة وتسمعه حاجات كل أول مرة تعرفوا النادي الاهلي ما وصلتش للعالمية دي بسهولة أو ببساطة زي ما بعض الناس بتتخيله لا النادي الاهلي في برنامج مجلس إدارة أما بيكسب أو قبل ما بيتحط بالانتخابات بيحط البرنامج بتاعه البرنامج ده بيبقى مقسم على مدار الأربع سنين الأربع سنين دول هتحقق فيهم بطولات إيه بش على مدار كورت بش على مستوى كورت الخدم بس على كل الألعاب اللي إحنا ذكرناها قبل كده تعالوا نرحب كابتن خالد العوضي ونشوفها يقول لكم إيه النهاردة إنه عنده حاجات كتيرة جدا تعرفوها عن نادي الاهلي تعالوا نستقبلنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخيراً مستفى اخيراً شفناك ازاكك بطوة مستفى مبارك يا حبيبي الحمد لله قابتن إنشان طيب حيط طيب يا أخبار الحمد لله اشتركوا في رياضة كويسة مااش يعني؟ انا عارف قصة النشاط الرياضي واخد كل وقتك 24 ساعة 24 ساعة مش بنام 19 لعبة في النادي الاهلي كتير على النادي الاهلي كتير جدا دعم بيحصل من الوزر لا طبعا النادي الاهلي شال كل حاجة نادي الاهلي ولا شال كل حاجة خلاص النادي الاهلي نادي كبير اكبر نادي في افريقيا مش هعرف الحاجة بس 19 لعبة خلاص احنا 19 لعبة وانت بتفرغ لعبا لمنتخب مصر مش في لعبة واحدة بس لا كل الالعاب كلها كرة والسلة والطيرة وتنس كل حاجة منتخب مصر بياخدوا عندنا نادي الاهلي اساس في الموضيع لكن احنا في الاخر بيبني عشان خاطر بلدنا لكن في الاخر نادي الاهلي هو اللي بيشيل كل حاجة خلاص كويس متحملين يعني نادي الاهلي متحمل انا معاك انا عارف ان فيه كمان ازمات بالنسبة لفرقة الكرة والفلوس وبيشيل الفلوس والحاجات زي كده يعني المفهول برضو بقى فيه دعم الى حد ما من الدولة اه بتفرغوا العبا للدولة طبعا طبعا ممكن لكن في العصر اللي احنا فيه دلوقتي صعب صعب جدا جدا نادي الاهلي الحمد لله عدر يختفي بذاته فيه دوء جملة جدا جدا علينا لكن الحمد لله مجل الضرب صراحة شيئة كتير وقدرين نعدي بالمرحلة دي يا رب بس تكمل على خير بإذن الله ونرى نعدي بيها هتكمل على فكرة انا ما كنت بتفهم مع كابتن خالد العودة عشان نجيبه معنا حلقة بالعافية جبناه 24 ساعة زي ما بيقول موجود في النادي ما بينامشي بيشوف كل الفرق عارفيني عندي ساعتاشر لعبة ساعتاشر لعبة ومنها ألعاب بش عاوز بش عاوز انا بش عاوز احرق الكلام هو عنده كلام كتير قوي في جواباته حاسيب ويقول كل حاجة احنا بنرحب بيك في حلقة المجري انا مقصود جدا كنت بصراحة مع أسطورة كبيرة ربنا يخليك ربنا يخليك تجاي مقصود بصراحة يعني لو اي حد بصراحة كابتن مصطفى عدل ويجابني النهاردة طيب الأسهل لك الإعلام ولا النشاط الرياضة الإعلام سهل قوي قد ترقل احنا بنرحب بيك انا ورا خب حاجة تشرب حاجة وهنشوف التقرير وريجي نتكلم بقى في حلقتنا طاقا عدل طاقا كابتن مصيد